بحث وزير الاتصالات عمر طلعت ووزير الزراعة علاء فاروق مستجدات العمل في مشروع تطوير تكنولوجي والتحول الرقمي بوزارة الزراعة وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه في مشروعات التحول الرقمي بوزارة الزراعة والتي تشمل ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كرت الفلاح وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية وحصر وإدارة أملاك وأصول وزارة الزراعة وميكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميات الزراعية